اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بناها تاخد درجة حرارة الغرفة هيكون القوام احلى اهو شايفين المطة والعرق بتاعها على الرغم انه ما فيهوش عرق حلاوة بس هنقول على بديل عرق الحلاوة وصفة سهلة وسريعة وغير مكلفة ان شاء الله طبعا المكونين اللي انا بقول عليهم هم الطحينة والسيرب فيه ناس كتير بقى بتدخل لما اكتب مكونين تقولك هو السيرب ده فيه اكثر من حاجة حضرتك يعني دي مش مشكلة ان انت مش عارفة في مسترحات المطبخ انا المكونين اللي هعمل بيهم الحلاوة السيرب مكونات السيرب بقى سكر مية معلقة عسل كروكوز ما عنديكيش معلقة عسل الكروكوز هنقل نص كمية المية يعني انا الحين كوباية مية كوباية من السكر ومعلقة عسل كروكوز ورشة ملح لمون ما عنديكيش ملح لمون ضيفي معلقة عصير لمون ما عنديكيش عسل كروكوز بدلا ما هنضيف كوب مية هنضيف نص كوب مية فقط هادي هي البدايل فهو ده يعتبر السيرب اهم حاجة بقى في الموضوع درجة سوى السيرب هنا السكر دهب وهيبدأ بالغليان اهدي النار لازم النار تبقى هادية ولازم نسيبه يغلي هو بياخد حوالي من 10 ل 12 دقيقة على الغاز او على النار يعني فبالتالي هنشوف بقى المرحلة طبعا دي معايا 2 كوب طحينة ودي الطحينة اللي احنا كنا عملناها انا مرضتش اضيف طريقة عمل الطحينة هسيب لكم الرابط مع المقادير طحينة اقتصادية وبتخرج كمية كبيرة جدا بكمية قليلة من السمسم شايفين قوامها الطحينة دي نعملها اكتر من شهرين تقريبا في القناة وشايفين القوام الطحينة لازم تبقى دافية هدخلها المايكرويف اسخنها او تحطيها في مقلاق على النار شايفين بقى نعرف ازاي ان السيرب جاهز معنا بناخد شوية مية بردة وناخد نقطتين من السيرب ولازم السيرب يجمع معايا يعمل معايا كورة اهو شايفين واضحة معاكم في الكاميرا اهي جمعت قطعة السيرب عملت معايا اللي هي الكورة الليينة اهي شايفين اللي هي بيقولوا عليها بالانجليش السوفت بول كده يبقى السيرب معايا جاهز اسكر على السيرب ونطفي النار ونبدأ نشتغل كده جاهز معنا قلنا الطحينية او الطحينة او الراشي لازم تكون دافية او سخنة يعني تدفيها يتدخلها مايكرويف او تحطيها على في مقلاق وتسخنيها تدفيها على الاساس لو كانت متماسكة عندك تفك هنا بقى صحبي هنبدأ حطينا السيرب في طبق اي طبق زجاجي او ستال ستيل حسب المتوفر عندك هنبدأ بقى نخفق فيه حتى يبدأ يفتح اللون وهو ده عملية رابط اللي بتديني العرق بتاع الحلاوة وتلاقيها كرامشي كده زي الجهزة مش ملزقة ولا مصيصة ولا اي حاجة بالعكس لما بنفضل نخفق في السيرب حتى يفتح اللون هيدينينا كده سائل ابيض كده يعتبر شيء ومتماسك ده اللي هيدينينا المطة ويدينينا عرق الحلاوة هنستمر بالخفق بياخد حوالي سبع تمن دقايق اهو زي ما انتو شايفين كل ما بنخفق كل ما اللون بيفتح وبيبدأ يتماسك اهو شايفين هنا بعد حوالي سبع او تمن دقايق اهو هضيف بس روشة فانيلا تقدروا تضيفه بدل تشيله الفانيلا وتحطه ماء الورد وهدي خفقة برضه عشان نتأكد ان الفانيلا او السيرب كله وتنكه بطعم الفانيلا او تحب تحطه ماء زهر يعني النكهات بقى او اطعمة حسب اللي بتفضلي تقدر تحطيه اهو شايفين القوام هو ده القوام اللي احنا نريد نوصله اللايكات يا جماعة لو سمحتوا اللايكات انا مرضتش اصرع الفيديو عشان نعرف القوام اللي هنوصل بي طبعا الطحينة لازم تكون يقولنا مسخناها او مدفيها في المايكرويف ما بتاخدش 30 سنية في المايكرويف ما عندكش مايكرويف حطيها في مقلاية وعلى النار هدية حتى تفك وتبقى سيلة يعني اهو شايفين هاد القوام اللي احنا نريده في السيرة بعد الخفق بيديني خيط ينزل ما يقطعش هو ده القوام هبدأ بأول كوب من الطحينة وشايفين قوام الطحينة ما شاء الله طحفة وممتازة بإذن الله هنبدأ نخفقه هو المفروض نشتغل بالمعلقة بس انا هخفق اول جزء بالمضرب عشان يسهل علي شايفين هتبدأ يجمع معانا الطحينية اهي شايفين بدأت بتتشرب وبتجمع على طول ازاي بمنتهى لسهولة اهو شايفين التجميعة بدأت تلمة اهي كده اهي شايفين هادا الكوب الاول هننزل بالكوب التاني مال الطحينة وهديها خفقة بس بالمضرب وبعدين ابدأ اجيب سباتلو او معلقة خشب هي بقى محتاجة ان احنا نفضل نقلب فيها حلوة قوي حتى الطحينية تبدأ تتشرب كل السيرب شايفين القوام هيبدأ يتقل على المضرب فمش هينفع المضرب اهو شايفين انا بس بحاول عشان اسهل على نفسي في التقليب كده خلاص لو طبعا العجان كان شغال كنا ممكن نحطها على الكف ونضربها بالعجان فكانت هتلم اسرع يعني بدل ما نقلب بايدين لكن هي هنا كده خلاص كفاية كده على المضرب لان بدأ القوام يتقل فهبدأ بقى اوقف المضرب واجيب سباتلو هفضل الم في العجينة حتى تتشرب كل السائل اللي عندي وادنتو شايفين هي بتجمع محتاجة بس حوالي خمس او ست دقايق كده ناخد من الاطراف على اسفل حتى تتشرب بالطحينة وتتشرب كل السائل اللي معانا اللي احنا خفقناه هنا اصحابي اهو خلت حوالي ثلاث دقايق حتى جمعت كلها وتشربت كل السائل زي ما انتو شايفين اهي شايفين القوام بتاعها تحفة هجيب اي قالب بقى هتحطي فيه الحلاوة واحط اي فزدق عندك سوداني اي حاجة متوفرة عندك اشتغل بيها وهبدأ البس بقى جلوفز ونبدأ عشان نجبسها كويس عشان تاخد شكل القالب وطبعا هي ما بتحتاجش وقت لان انتو شايفين هي قصة من شاء الله متماسكة يعني بس محتاجة حوالي نص ساعة في التلاجة وتكون تطلعيها تستخدميها للأكل يعني لكن انا بالنسبة لي كنت بعملها بالليل فان شاء الله بقى هقدمها تاني يوم بإذن الله يعني مش سيلة ولا اي حاجة فهتاخد شكل القالب يعني مش محتاجة اكتر من نص ساعة في التلاجة اهو شايفين كبسناها كويس جدا من الجوانب وخدت شكل القالب هغطيها بالبلاستيك راب وحطيتها في التلاجة وهنا بقى في اليوم التاني اهو شايفين شكل الفصدق وتماسكها تحفة قلبناها اصحابي زي ما انتو شايفين اهي متماسكة القوام بتاعها التحفة خلونا نقطعها ونشوف قوامها من داخل هي طبعا متماسكة لان انا بقولت لكم سايبها طول الليل بس شايفين القوام من داخل والمطة هو السيرب اللي بتديني مطة الحلاوة اللي هو العرق بتاع الحلاوة وتلاقوها خشنة كده من داخل مش نعمة اوي زي الجهزة بالزبط اهي والطعم بقى مش قادرة اوصفه لكم يعني غير طبيعي طعمها حلو جدا انتم استخدموها بقى في الصندوشات في اللي تنفع لحشوات بعض المعجنات يعني هي روعة ان شاء الله باذن الله تعملوها وتطبستوا عليها المقادير ان شاء الله اصحابي هكتبها في صندوق الوصف ورابط الطحينة طريقة عمل الطحينة اللي انا استخدمتها الطحينة البيتي هكتب هكتب لكم الرابط برضو هكتبه في صندوق الوصف ما تبخلوش علينا باللايكات والشير والسبسكرايب والكومنت الحل ولو انتم جدا ما تنسوش تشتركوا وتفعالوا الجرس اشوفكم فيديوهات جاية كتير السلام عليكم